حسم الترجي قمة الجولة العاشرة من بطولة النخبة لكرة اليد وذلك مساء البارحة في قاعة الحمامات وجه انتصار الترجي بفارق خمسة أهداف 31-26 بعد أن كان الشوط الأول قد انتهى أيضا بفوز ابناء المدرب باسم السبكي 19-14 في مباراة قيمة دون حضور الجمهور وبذلك ينتصر الترجي باستحقاق على الغريم التقليدي في الدربي ضد الإفريق وفي خبر آخر يواصل منتخب تونس المعسكر التحذيري بمدينة الدمامة السعودية استعدادا للمونديال القطري 2022 ومنذ يوم الخميس جرت الحصة التدريبية بحضور كل من علي معلول سيف الدين الجزيري أسين مرياح سعد بغير محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي ونعيم السليتي والحارس ايمن المثلوثي وسيلتحق الليلة بالمجموعة الرباعي المحلي وامثناء الافريقي الحارس معز حسن والمدافع نادر الغندري وحارس النادي اسفاقس ايمن دحمان وحارس الاتحاد المنستيري البشير بن سعيد بعد انتهاء التزاماتهم مع فرقهم في كاس الكونفيدرالية الافريقية وينتظر ان يلتحق بالمعسكر نجم الفريق وقايده يوسف لمساكني الذي حل بتونس منذ يومي أما بقية اللاعبين وخصوصا الذين يشوتون في الدوريات الأوروبية والذين يخوضون مع فرقهم مقابلات يوم الثاني عشر والثالث عشر فانهم سيتحولون مباشرة الى قتل للمشاركة في مباراة ايران الودية المقررة بالدوحة يوم السادس عشر من نفس الشهر وهذه اخر مباراة ودية لمنتخب تونس على درب الاعداد للمونديال حيث يستهل نصور قرتاج المشوار بالبطولة يوم الثاني والعشرون ان شاء الله بمواجهة الدنمارك في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة وفيما علن علي بومنيجل المدرب المساعد لمنتخب تونس الاول سبب تأخر اعلان جلال القادر المدير الفني لنصور قرتاج عن قائمة المنتخب المشاركة في المونديال وتنطرق البطولة وذلك يوم العشرون من نوفمبر الى غاية ثمانتاش ديسمبر ويخوض المنتخب التونسي مبارياته في كاس العالم ضمن المجموعة الرابعة وقال علي بومنيجل هناك لعبين من الدوريات الاوروبية ينهون التزاماتهم مع الفرق اليوم ان شاء الله ولذلك قررنا ان يكون بعد غد الاثنين موعدا لاعلان القائمة النهائية واضاف قررنا التاجيل تحسبا لاي طارئ او اي اصابة وهذا التاريخ هو اخر موعد منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتقديم القوائم واللي ابغينا يسمعنا واللي ما ابغي انسينا على درامة ربنا